كيف تصوير تصوير الأماكن؟ في الدمار أو مأساة الإنسانية ببلادي أنا بتحس بشغلتين أول ما بدأت التصوير كان في خوف طبعا لأنه تجربة ما كانت عايش أبدا وفي حزن حزن شي لأنه لعبي تدمر شي هائل شي غالي لكن بعد فترة بعد فترة التصوير تنسى الخوف لأنه في إحساس الحزن اللي عبي تغلب على الخوف وقت بتشوف معاناة الناس تعتبر لازم تاخد هاللقطة لأنه الصوت هديك الإنسان ما رح يصل إذا ما كبست الزر ما جمدت اللحظة التقطت الصورة وتشفت الطفل كان عبيلعب بالخراب الصورة بتعكس عن براءة والعنف حجم الدمار الموقع قريب من مدينة حلب القديمة منشوف حجم الدمار اللي لحق ببيوت الناس هاي الصورة أخذت في المدينة الجامعية بمستوصف مركز النازحين الولد كان عب يبكي من شدة الوجع أثناء المعالجة الصورة تانية من مستوصف المدينة الجامعية عم نشوف متطوعين من الهلال الأحمر العربي السوري كيف يعالجه الشخص عنده حروق بإجره معالجة الحروق من قبل متطوية من الهلال الأحمر العربي السوري معالجة الكسر بالمستوصف مركز النازحين ركزت التصوير على سماعة الطبيب لأنه دور الأطباء المتطوعين له أولوية مهمة في الحروب خلال هالسورة حبيت أوصل رسالة للعلم عن ألم ومعنات أطفال السوريين موقع دار العجزة بحلب الصورة هون عبيعكس تأثير نزاع على نفسية المسنين ويروي الملامح الوجه مدى اليأس لأنه بعض من أولادهم خارج القطر خلوهم بيدار العجزة وطلعوا برهم الصورة في إحدى أحياء حلب القديمة وتشتدت الاشتباكات اضطر الأهالي الحارة للنزوح من حارتهم وحملوا غرادهم بالعربية وطلعوا برات الحارة بفعل القزيفة انهارت البلاكين بالبناية نلاحظ كل بيت قصة لحال حكاية لحال الحدائق الصغيرة بالأماكن السكنية والشوارع والشوارع مع الأسف تحولت إلى مقابر بلشت أصور المقابر كان أصعب موقع التصوير بالنسبة للي لأنه الواقع القليم كإنسان حسيت بألم شديد لأنه هالمقابر اللي عم نشوف هون كنا متعودين نشوف الزرع والخضار والورود والزهور الحدائق بالأماكن السكنية تحول مع الأسف للمقابر أثناء تصويري حارات الحلب القديمة لفت انتباهي هذه الصورة للإطار كيف أنه الخبز اللي بيرمس للنعمة للحياة محطوط جنب بقية القزيفة الهون اللي بترمس للموت للدمار والعنف وأنا منلاحظ بها الصورة كيف الطفل عاب يلعب بقايا قزيفة الهون اللي نزلت عندهم وانفجر بالحارة بالشارع وكيف كانوا الأطفال متحمسين كيف بدهم يلعبوا بهال قطعة القزيفة هذه الصورة أثناء توزيع مساعدات بمركز الهلال الأحمر العربي السوري هذه الصورة من أكتر الصور المعبرة الأوية فين نقول كفوتوغرافي كتصوير ضوئي عم نشوف كإنسان مأساة معاناة وأيضا من ناحية الإنسانية عم نشوف كيف الإنسان عنده إرادة وعزم للبقاء أصدرنا خدت هذه الصورة من وراء القطبان لأنه هالأيام كانت حلب محاصرة ما كان عبيدخل الأكل بمعنى الخدار اللحوم وما كان عبيدخل أدوية وحليب الأطفال حتى صورا طفلي عبترسم بمركز إيواء من ضمن حملات الدعم النفسي للهلال الأحمر العربي السوري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر